إحسان فتتابعوا هولاك إخواني وأخواتي كان حاكم من غير المسلم كان بوذيا ودمّر بلاد المسلمين دمّر المملكة الخورزمية كلها طبعاً هو وأجداده يعني ليس مقصود هو كشخص هو أجداده فأراد مسوّغاً مبرّراً لحكمه على المسلمين هو بوذي يحكم في مسلمين أراد أن يطمئنهم أراد أن يبرّر وأن يسوّغ هذا الحكم فكيف قال لهم؟ هكذا قال لهم أنا لست مسلماً نعم ولكنني عادل طيب ما المشكلة؟ حكامٌ عادل الله هو يعلم يعلم وتناهى إلى علمه أن حكامكم ليسوا بالعادلين يعلم ماذا فعل بنو العباس في المسلمين وماذا كان يفعل خلفاؤهم بالمسلمين وماذا كان يصنع خلفاء بن العباس أيها الإخوة حين سقطت درر بلاد الشام درة درة بلدة بلدة حين سقطت بيت المقدس أيها الإخوة بيد الصليبيين ماذا كان يفعل السلطان العباسي؟ أتوه قبل أن تسقط بيت المقدس أتوه بأذاء نساء مسلمات مقطوعات قطعها الصليبيون برؤوس بأذان بأصابع أكياس قولهم انظر انظر يذبحوننا يقطعوننا الصليبيون فقال طيب انتظروا في الخارج بعد ذلك نرى نرى ماذا يفتح الله وتغيّض على وزيره جداً لماذا أدخلتهم؟ لقد شوّشت علي متعتي وبهجتي كان يسابق بيني الحمام حال مُسابق بين الحمام هذا عنده حمامة أو هل عنده حمامة؟ قل له إيش الإزعاج هذا؟ أزعجتني؟ ماذا بيت المقدس؟ وشو الشام؟ وشو أرض الإسلام؟ وشو أمد الإسلام؟ وإيش رؤوش وأذاء وأصابع؟ هذا لا يعنيني يعنيني أن أتابع مسلاتي وملهاتي بالحمام هذا حكام المسلمين يمتصون دماء الأمة يذبحونها وإذا ذبحها عدوها أيها الإخوة إنزعجوا لخبر يتناهى إلى مسامعهم عن هذه المذابح ينزعجون أسمعون ما يرتاح له البال والخاطر اجدخلنا في المذابح والمجازر هذه تقعب المسلمين هؤلاء يعرف هذا جيداً خبيث لذلك المغول من أول يومهم في الشرق الإسلامي كانوا يبعثون رسائل لحكام المسلمين نحن نتكلم بسم الله أيضاً هم اغتصبوا الكلام بسم الله قالوا نحن غضب الله نحن سوت الله نحن سيف الله سله الله وامتشقه ليذبح الظلم من أمثالكم أنتم ظلم وغشم وصدقوا في هذا أما أن المغول سيف الله فكذبوا لكنهم صدقوا أن حكامنا ظلم وغشم هذا صحيح هؤلاء يعرف هذا ويعرف أنه لن يوجد أحد من العلماء يقول فلم تأتي بجديد لأن حكامنا أي حاكمين لأن حكامنا أيضاً أهل عدل وإنصاف غير صحيح هذا من قرون الأمة تسمع به ولا ترى له مصداقاً